سباق استعادة السيطرة على حقول النفط في سوريا من داعش يتسارع بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات النظامية ليرسم كل طرف خريطته الاقتصادية عبر هذه الحقول المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن سابقاً أن قوات سوريا الديمقراطية وصلت إلى مشارف حقل التنك النفطي في ريف دير الزور الشرقي ضمن عملية عاصفة الجزيرة بعد سلسلة انسحابات لمسلحي داعش من المنطقة ويعتبر التنك الثاني أكبر حقل النفطي في سوريا بعد حقل العمر الذي سيطرت عليه قوات سوريا الديمقراطية الأحد الماضي إضافة إلى سيطراتها على حقول الغاز كونيكو والعزبة وحقول الجفرة المرصد أضاف أن مفاوضات تجري بين وجهاء المنطقة ومسلحي التنظيم لتسليم الحقل وما تبقى من مناطق خاضعة لسيطراتهم تمتد من شرق منطقة خشام إلى بلدة هاجين بمسافة نحو 110 كم من الضفاف الشرقية لنهر الفرات لقوات سوريا الديمقراطية من دون قتال فقوات سوريا الديمقراطية تسعى حسب مراقبين إلى قطع الطريق أمام قوات النظام التي تحاول الوصول إلى البوكمال عبر هجوم من محورين هما البادية السورية ونهر الفرات سيطرت خلاله على محطة الضخ النفطية تي تو في الريف الجنوبي الغربي لمدينة البوكمال وفي ظل احتدام المعارك ميدانيا يستمر الحراك الدبلوماسي لإيجاد حل للأزمة السورية حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان ديمستورا في جينيف تيلرسون أكد بعد اللقاء أن واشنطن تريد رؤية سوريا كاملة وموحدة من دون وجود دور للأسد في السلطة وأن حكم عائلة الأسد يقترب من نهايته مجددا التزام واشنطن بمفاوضات جينيف للتوصل إلى حل للأزمة السورية فيما أعلن ديمستورا خلال تقديم إيجاز له لمجلس الأمن عبر الأقمار الصناعية أنه ينوي عقد جولة جديدة من مفاوضات جينيف بشأن سوريا في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل وأكد على أن أي تهديئة أو ترتيبات أخرى ينبغي أن لا تؤدي إلى تقسيم سوريا كما تشهد الساحة السياسية خلال الأسابيع المقبلا عقاد ثلاثة مؤتمرات للبحث في القضية السورية من قبل الأطراف المعنية والدول الداعمة لها هي مؤتمر أستان سبعة ومؤتمر الرياض اثنان إضافة إلى مؤتمر شعوب سوريا الذي دعت إليه روسيا ويعقد في قاعدة حميميم العسكرية في اللاضيقية